السبانخ باللحمة المفرومة نقول ما قادرها وبعدين نشوف الطريقة عندي نص كيلو لحمة مفرومة أهم حاجة لها تتفرم خشن علشان ما تبقاش نعمة قوي وما تبنش في الأكلة عايزينها مفرومة خشن شوية أو لو تعمليها بالسكينة كمان هيبقى أفضل من المكنة عندنا كيلو سبانخ فرش متقطع صغير وزي ما قلنا لهم ما توفرتش يبقى سبانخ مجمدة كوباية من الكسبرة الخضراء المفرومة مص كوباية من الشبت المفروم كوباية حمص طبيخ معلقة كبيرة من التوم المفروم بصلة مفرومة ثلاث كوبايات من عصير الطماطم معلقتين كبار من السمنة مكعب مرأة معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الكسبرة النشفة وملح وفلفل أسود دي ما قادرنا النهاردة وتعالوا بينا بقى علشان نشتغل ونشوف هنعمل إيه يلا بينا بداية هنحط حلة على النار وهاخد السمنة وحطها في الحل علشان تسخن بسم الله هاخد نص كمية السمنة هحتاجي النص التاني علشان نعمل بيه طوشة السبانخ ايه دي معلقة من السمنة وهننزل البصل دي بصلة مفرومة ونديها تشويحة بسم الله طبعا ولا أحلى ولا أجمل من أكلنا التقليدي ايه دي صحفة جدا وفيه بنات كثير وعرايز كثير لسه نجاوزين ما عندهمش أي خبرة بالمطبخ فنحاول الفترة اللي جاية ان احنا يبقى يوم عندنا في الأسبوع نعمل في الأكلات التقليدية بتاعتنا ايه دي البصلة المفرومة نزلناها ثم علاقة من السمنة هنشوحها لغاية ما تدبل وتعالوا بقى ناخد اللحمة المفرومة وزي ما قلنا حاولي تفروميها خشن يأم تجيب اللحمة وتقطعيها بالسكينة قطع صغيرة جدا ده هيديك نتيجة حلوة قوي ولو اللحمة كما يمفيها نسبة دهون هتبقى أفضل وهتديكي طعم حلو جدا جدا بستبنخ خلاص كده البصلة ودبلت هننزل اللحمة بسم الله الرحمة مرحيم ونديها بقى تشويحة مع البصلة كده احنا شوحنا اللحمة بعد ما حطينا معلقة سمنة ونزلنا فيها ببصلايا دبلت خطينا اللحمة اللي قلنا مفرومة خشن وبعدين شوحناها كويس جدا تعالوا بينا بقى نبدأ نضيف عندنا الطماطم ثلاث كبيات من الطماطم بسم الله الرحمة الرحيم كده احنا شوحنا اللحمة كويس هضيف عصير الطماطم حوالي ثلاث كبيات وهستنى الطماطم تغلي قبل ما اضيف بقية الحاجة اللي عندنا هضيف بس مكعب المرأة ومعلقة معلقة صغيرة خالص من السكر السبانخ والطماطم من الحاجات اللي بتبقى فيها نسبة املاح وحمودة عالية فعلشان نقلل من الموضوع ده هنحط معلقة صغيرة خالص من السكر طبعا على الكمية اللي احنا بنقولها اللي هي كيلو من السبانخ ونص كيلو من اللحمة المفرومة تمام هجهز الطاجن هحاول كده ان انا ندخله الفرن يسخن عشان نحط فيه السبانخ يبقى سخن معانا ولما ندخله الفرن يكمل على طول غليان تمام يبقى احنا في البداية حطينا معلقة سمنة بعدين بصلايا مفرومة اتشوحت لغاية ما دبلت ونزلنا بنص كيلو اللحمة متقطعه صغير جدا او مفرومة خشن لغاية ما اخدت لون التسويق او استويت عمتا بعدين حطينا مكعب مرأة سكر وحطينا كمان الثلاث كوبية طماطن طيب السبانخ من الحاجات او من الخضروات الورقية النظافة فيها مهمة جدا جدا يعني قبل كده برضو حد ما عندوش خبرة خالص فالسبانخ ما تعرفش ان هي ممكن لازم تتغسل مرة واثنين وثلاثة لان بيبقى عالق فيها رملة وطينة وحاجات كده فبتقول لان عملت السبانخ وبعد كده بكلها لقيت عملت ارقش لازم تتغسل السبانخ بزي تغسلها مهم جدا جدا مش كسبانخ لا يعني عشان هي ورق فبقى غسلها في صعوبة شوية فلازم تقطعيها تمام بتتغسل الاول كويس وبعد ما تقطع كمان انا بحب ان انا نزلها في كمية وفيرة من المية وبعدين اشيلها بقى كده وحطها في مصفة تصفي المية الزيادة وهتلاقي برضو نزل رواسب ورمله وكلام من ده هتقعد تغسلي فيها لغاية ما تحس ان المية بقت زي الفل كده تتأكدي ان السبانخ نطفت مبقاش فيها اي رملة علقة فيها تمام وتعالوا بينا بقى خلاص الطماطم غلية مع اللحمة والبصل ننزل بقى سواء كانت السبانخ مجمدة او فرش هنحط السبانخ والشبت بيدي طعم هايل جدا بس ما تقطريش هي نص كباية من الشبت وكباية من كسبرة الخضرة بيفرق جدا جدا في طعم السبانخ ونسيب بقى المكونات بتاعتنا علشان تستوي بس هضف لها ايه الحمص بتاعت طبيق عملناها قبل كده مع بعض بلسان العصفور برضو بتبقى حلوة قوي نهاردة قلت اعملها بالحمص هي ليها كذا طريقة وليها كذا اضافة تقدر تضيفي نقول ايه فريك ممكن تحطي رز محمر زي ما تحبي خلاص كده هسيبها بقى تغلي تغلي كويس جدا وعلى ما تغلي تعالوا نعمل لها الطاشة عشان ندخلها الفرن هحط الطاشة على النار وفاكرين كنا حيشين معلقة سمنة هناخدها ونخليها تسخن بقى لشان نعمل الطاشة بتاعت السبانخ الطاشة بتاعتنا عبارة عن توم وكمان كزبرة نشفة وهنا السبانخ شغالة وبتغلي هضف لها بس الملح والفلفل هنقلبهم وانا بغليه مية علشان اضفها بقى لما لقيها اتسبكت مع بعض ونشفت كده اضف لها المية راحتها بدأت تطلع حلوة جدا السبانخ من الحاجات اللي فعلا طعمها وراحتها هيلين جدا هننزل بالتوم بسم الله الرحمن الرحيم اهم حاجة في التقلية بتاعت اي حاجة اي خضار بنعمله وعيد غمائي التوم التوم لو غمق بيمرر وبيدي طعم مش لطيف خالص احنا عايزين ياخد لون دهبي مش عايزين يغمق عشان ناخد ريحة وطعم حلوين جدا اول ما لقي التوم بدأ ياخد اللون الدهبي الفاتح ننزل بالكزبرة علشان تتحمص معاه وتدينا طعم حلو جدا شايفين هو ده اللون اللي احنا عايزينه مش هنغمق عن كده تمام وهنا ياخد كده من السرانخ بسم الله الرحمن الرحيم واو ايه الريحة الحلوة دي شيني بقى عشان نلن فل اللي في الطاصة زي الفل تمام خلاص حطينا كل مكوناتنا السبانخ من الحاجات اللي ما بتحتاجش وقت في التسوية ده غير ان احنا حطين اللحمة مفرومة ويعتبر مسوينها الاول هحط بس ازود حوالي كباية مية ولازم تكون مغلية تمام كده وتعالوا بينا بقى نحط السبانخ التاجن علشان ندخلها الفرن بقى تكمل تسويتها وتطلع كده سخنة من الفرن على السفرة نطلع التاجن اللي احنا حطى ما يسخن انا حطته يسخن لانه بياخد وقت على بال ما يسخن عشان لما حط السبانخ ما تقعدش فترة تانية علشان تغلي يبقى انا هحطها سخنة والطاجن سخن والفرن سخن فعلا طول مش هتاخد مننا اي وقت ولا مجهود على فكرة اسهل حاجة في الدنيا الطبيخ او الاكل التقليدي بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم الطماطم بقى ليجي فيها مطلق الحرية عايزة تزودي او تحطي صلصة براحتك خالص زي ما بتحبي لون الخضار شايفين بتغلي ازاي في الطاجن عشان الطاجن سخن يلا بقى مرسي ربنا يكرمك هندخل الفرن علشان تكمل التسوية بتاعتها تمام ندخل ونطلع فاصل على طول بسم الله خلص خلصنا طاجن السبانخ هيقعد في الفرن حوالي ربع ساعة وهيطلع زي الفل ان شاء الله نقدمه بالهنة والشفا موسيقى